أكدت وزيرة الصحة والسكان أهل زايد أن الجراحة العالمية مجد يعقوب وفق على البدء في تنفيذ وحدة لمؤسسته منحقة بمستشفى النصر في محافظة بورسعيد لخدمة الأهل والمواطنين وأشارت زايد خلال جولاتي التفقدية اليوم بمؤسسة مجد يعقوب للقلب بأسوان لأن هذه المؤسسة قائمة على دعم وتبرعات المصريين وأضحت الوزيرة أن مركز مجد يعقوب يعد من مؤسسات المجتمع المدني التي لا بد من دعمها عالميا لدورها المتميز في المجالين الطبي والعلمية